عودة مرة أخرى إلى قطاع غزة لمتابعة نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية وانضموا لنا من قطاع غزة محمد الدعور مراسل الغد محمد أهم ما جاء في اجتماع الفصائل وما يعنيه أو يبعثه من رسائل إجماع يعني ما خرج من الاجتماع بإجماع الفصائل على عدم ربط ملف إعادة الإعمار بملف الأسرة نعم ساعتين ونصف استبرى الاجتماع الذي عقد في مكتب يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة والفصائل الفلسطينية كافة ناقش ما جرى بالأمس في اجتماع يحيى السنوار مع ممثل الأمم المتحدة لمنسق عملية السلام في الأمم المتحدة حيث قالت حركة حماس أن هذا الممثل عبرت عن استيائها من الموقف الأممي المتساوق مع الاحتلال والذي يعبر عن وجهة نظر الاحتلال وأيضا حضرت في بيان لها بعد انتهاء هذا الاجتماع من استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم كسره من قبل الاحتلال وضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي من أجل لجم الاحتلال ما جرى في داخل الاجتماع وكما علمنا في قناة الغد أن هناك تركت فرصة للجهود المصرية والوسطى للضغط على الاحتلال من أجل تثبيت التهدئة وفتح المعابر مع قطاع غزة حيث أن الاحتلال ما زال يغلق حاجز بيت حانون إيرز ويمنع دخول وخروج منه الطرود البريدية وحاجة القطاع وأيضا معبر كرم أبو سالم والذي هو مفتوح بشكل جزئي منذ بدء العدوان وحتى هذه اللحظة الفصائل الفلسطينية تنتظر أن تسفر هذه الجهود خلال الأيام القليلة القادمة إلى نتيجة من خلال الضغط على الاحتلال وكسر الحصار ورفعه بشكل كامل الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت تحذر الاحتلال من استمرار الممارسات بحق قطاع غزة وتشديد القيوط على قطاع غزة وفي الوقت نفسه ترفض أن يربط ملف إعادة إعمار قطاع غزة بالإفراج عن الجنود الذين هم في قبضة حركة حماس وتقول حركة حماس أن هذا ملف يختلف عن ملف الإعمار وأن الاحتلال يجب عليه أن يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة وأنها لن ترضخ لما يطلب الاحتلال من المساومة في ملف الأسرة مقابل عملية الإعمار الأمور ستترك خلال الأيام القادمة للجهود المصرية في الضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار وأيضا ستبذل مصر جهودا كبيرة وبذلت خلال الأيام الماضية جهودا كبيرا في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة التوتر من جديد ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال شكرا جزيلا محمد الدعور مراسل الغد من قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر